اول خبر معنا اتصدر الترنت خلال الاسبوع اللي فات كان زيارة قرينة الرئيس الامريكي جو بايدن لمصر وطبعا كان في استقبالها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وكان من اهم اللقطات اللي شغلت السوشيال ميديا في الزيارة وهو قيمها بجولة سياحية في منطقة الحسين وزيارة المسجد للأزهر وهي مرتدية الحجاب وكان معها في الجولة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وكمان شفنا لقاءها مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكان من المواقف اللطيفة في الزيارة هو احتفال جال بايدن بعيد ميلادها الموافق يوم 3 يونيو بزيارة الأهرامات وأبو الهول ودي الجولة اللي كانت بصحبة وزير السياحة والأثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمينة العام للمجلس الأعلى للأثار وبعد انتهاء جولتها أشادت جال بايدن بحسن الاستقبال من قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي وبكرم اتزيافة ونقلت تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة كارنتو